يكون فيه السبت ما بيكون فيه لأنه اليوم بيشتغلوا الصحف ولا لا ممكن بس على الميلاد هيك كان يعني السبت ما بيكون فيه بالجمهورية الـ 2020 راحلة والأزمات باقية عام الانهيار يعني عام الانهيار وحطين صورة المول بوقت فيه تقارير عم تتحدث أنه السنة اللي أنفقوا اللبنانيين بالمولات وبالمحلات التجارية يفوق بأضعاف أضعاف اللي أنفق بالسنوات الماضية في اللواء من يعمل على عسكرة الأزمة وفتح باب جهنم إلى الإقفال دور الإصابات تلامس صقف الثلاثة ألاف وبعبدة تتبنى العقدة الإرسلانية في الديار أزمة الحكومة المخارج مفقودة وبكركة تستأنف مسعاها بعد عودة الحريري هل تبادر الفاتيكان إلى تدعيم مسهر المبادرة الفرنسية مطلع العام الجديد وماذا قالت الكتل النيابية للديار عن الأولويات بعد رأس السنة كاريكاتور أنتوان غانم بالجمهورية عام ونسعيد 2021 دولار وفاكسين وكورونا حلوى كتير النهار من خمسين سنة مثل اليوم شاب النحيل أوصل أضطرة وقال هدية من السيد جورش هدية ملغومة تنفجر في الأشرفية فتقتل وكيل سفر وابنه وتجرح زوجته لم يأس سلام من الوصول إلى تسوية في الشوف برغم العقبات القائمة بروز اسم المرشح فاروق سعد بعد استبعاد قبلان والبرجوي المعارضة النهجية رئيس الحكومة يتدخل يد من بقاءه في السرايا استقبال في القصر بمناسبة ذكرى الجلاء وتعطيل رسمي يفاجئ المصارف والأسواق والمؤسسات مزبوط اليوم ذكرى الجلاء 31 كنون الأول مذكرة إلى ثلاثة وزراء من خارجين معهد الزراع الثانوي المطالبة بإحتاس كلية زراعة وبيطرة في الجامعة اللبنانية وبتعميم الثقافة الزراعية في المدارس الابتدائية والمتوسطة لك على سيرة الجلاء يعني منحتفل بذكرى الجلاء الجلاء الجيوش الأجنبية الجيش الفرنسي عن لبنان تحديدا بس مهم بعقولنا وبارتهاناتنا نكون فعلا وطنيا صحيح مش مهم بس يفلوا الجيوش عنا صحيح عيد الجلاء وعيد الغلاء بوقتا عشية عيد الجلاء دعا الرئيس كرامي الرئيس السلام إلى مبارزة تليفزيونية قائلا أن حكومة السلام لم تحقق غير الغلاء مشان هيك أجا هيدا الكاريكاتور لا بير صادق الله يرحمه هيدا كانت أبرز عنوين صحف صادر الصباح